سوارش مدرب الاهلي يأكد على إعجابه جدا جدا بمستوى اللاعبين الشباب اللي قدموه قدام الاتحاد سوارش طلب ان الشباب اللي لعبوا في مبارات الاتحاد او الشباب اللي حطوهم في التدريبات في الفتاة الاخيرة يكملوا مع الفريق في الموسم الجاي الفريق الاول في الموسم الجاي ما ينزلوش تاني هو معجب جدا بمعظم الشباب بسرعة قدر يقرأ ان هم لعيبة جيدة مش محتاجي يشوفهم كتير واحنا كمان مش محتاجين نشوفهم كتير اكتشفنا ان هم مواهب ما كانتش ظهرة بشكل مثالي طلب ان هم يكملوا مع الفريق حتى مع عودة مع عودة اللاعبين الكبار اللي واخدين راحة دلوقتي وبمناسبة ان هم واخدين راحة الاهلي عنده يوم الحد اللي جاي مواجهة امام مصر المقصة في كأس مصر في حالة في حالة تراجع النادي الاهلي واشارك في كأس مصر فيه النادي الاهلي اعلم ان هم موجود في كأس مصر وكأس سوبر بطرات اللي بينظمها الاتحاد المصر لكورة القدم لو الاهلي تراجع في هذا القرار والاهلي لعب مباراة مصر المقصة في دور الستاشر يوم الحد اللي جاي الاهلي هيستعيد اللاعبين الكبار دور هيلعبوا المباراة دي او هيبقوا موجودين على قل في القائمة همنتكلم في حمد فتحي في محمد الشناوي في علي معلود دول ابرز يعني وقفش طبعا الاسماء اللي واخده راحة هيبقوا موجودين في مباراة كأس مصر لو الاهلي قرر المشاركة او استكمال المشاركة في هذه البطولة انا بقبش على حسب البيانات الرسمية مش على حسب الارائي عشان كده كلامي ضغط جدا لو الاهلي قرر يشارك في كأس مصر اللاعبة الكبيرة دي هتلعب او اللاعبة الدولية او الاسماء الكبيرة اللي خدت راحة الفترة الاخيرة بارح كنت بتكلم معاكم عن لعبين وقعوا لنادي الزمالك رغبات مبدئية للانضمام للفريق النهاردة هقول لكم اللاعبين اللي وقعوا على رغبات مبدئية للانضمام للنادي الاهلي وعشان اوضح تاني معنى انها رغبات ده مش انتقال نهائي عشان الرغبات دي فضلها ايه فضلها اولا موافقة النادي اللي اللاعب يلعب فيه لسه ما حصلتش ممكن ما تحصلش فالرغبة يبقى بلا قيمة الحاجة التانية انه النادي لما بيجي الاهلي مثلا لما بيجي عشان الاهلي النهارة اللي هنتكلم عنه الاهلي لما يجي يوقع مع لعب هو ممكن يكون بيوقع معاه من حيث ايه بقى انه اضمانه الاول ممكن يجي يتفوض مع لعب افضل منه في افراجك يا مثلا او في لعب اجنبي فيقولك لا خلاص الامضة دي انا مش عايزها واللعب مش هيكمل معايا ويشوف مستبله ايما مع فريقه ايما يروح فريق اخر فعشان كده بحب اوضح قبل ما اخش على الاسماء التوقيع المبدئي الرغبة مش معناها انتقال غسمي تعالوا نشوف اول الاسماء شادي حسين مهاجم فريق سراميكا كيلوباترا وقع على ورقة رغبة بالانضمام للنادي لالي خصوصا ان النادي لالي متمسك بالتعاقد مع لعب بداية من الموسم الجديد وقد يدخل احمد ياسر ريان ضمن الصفقة على ان ينتقل الى سراميكا اعارة لمدة موسم اذا لم يطلب ريكاردو سواريش استمرار محمد حمدي زهير ايسر فريق بيرامدز ينتقى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجالي وقام في الفترة الماضية بالتوقيع على ورقة رغبة بالانضمام للنادي لالي وقد يكون اول الصفقات الحمراء في الانتقالات الصيفية خصوصا انه سيكون صفقة انتقال حر احمد توفيق لعب قط وسط نادي بيرامدز ينتقى عقده بنهاية الموسم الجالي ولم يقوم بتجديده واستغل مسؤول الالي هذا الامر وحصل على توقيع اللعب خصوصا انه رحب بارتداء القميس الاحمر في وجود شقيقه اكرم توفيق مصطفى الشربي لعب قط وسط نادي امبي خطف انظار القرع الحمراء بعد تقلقه في الموسم الجاري وقام الاهلي بالحصول منه على ورقة موقع برغبته في اللعب للفريق الاحمر لكن يحتاج الاهلي ليقنعه او ليقنع ادارة امبي بالتخلي عن اللعب احمد عاطف مواجم فريق فيوتشر متقلق بشدة يزا الموسم وقع للآله على ورقة تفيد برغبته في اللعب بيه النادي الاهلي ويحاول مسؤول الاهلي في الوقت الحالي اقنع ادارة فيوتشر بالتخلي عنه وقد تتم الصفقة بشكل تبايدلي بين الناديين بحيث ينتقل عاطف للآله ويحصل فيوتشر على صلاح محسن او رامي ربيع مصطفى الزناري مدافع فريق طلاع الجيش وقع الاهلي منذ فترة لكن اللعب اشترت على مسؤول القراء الحمراء انهاء الامر مع ادارة الطلاع وبالفعل شهدت الايام او تشهد الايام الحالية مفاوضات بين ادارتين الناديين ليتمام الصفقة نفس الامر على عمر السيسي لعب خط وسط نادي طلاع الجيش سيناريو مصطفى الزناري بالزبط حصل الاهلي على توقيعه لكن نظر الارتباطه بعقد ممتد مع طلاع يحتاج الاهلي لقطع شوطا طويلا من المفاوضات للحصول على خدمات اللعب ده بقى المفاجأة دي بقى المفاجأة الكبيرة دي المفاجأة اللي ما كانش اسم في الحزبان خالص ما حتشكلم عنه خالص دي مفاجأة رقم عشرة اللاعب اللي اقول لكم عليه ده دي مفاجأة رقم عشرة اللاعب الاهلي بيخلص معاه دانيال ايدي النجير الشاب لعب خط وسط فريق الجونة لازي يبلغ من الروم العشرين عاما تم ترشيحه من جانب وكيل اللاعبين مكرر من الإضاءة الحمراء وبالفعل حصل الاهلي على توقيعه خصوصا أنه يقال عنه خليفة المالي أليو ديانجا لعب موهوب لعب قوي لعب ليه مستقبل كبير جدا لسه كمان هشام صلاح الاهلي وأضغط بيه على إدارة فرقه خلال مفاوضاته للحصول على الحارس الدولي بشكل نهاج مرة أخرى بكرر التوقيع على رغبة لا يعني الانتقار رسميا لابد من موافقة نادي كل لاعب لو ما خلصت معنا دي فلازم النادي يوافق لو النادي ما وافاش وكأن الرغبة دي يعني ما حصلتش ما فيش بس أنا بقول لكم المعلومة الضخرة بس أشتا يا موقت تخدها مني تقول إيه كريم خاص قال لعبة دي راحت الاهلي لا ما قلتش كده قلت إنهم وقعوا رغم أبداية الباقي لسه بقى الاهلي يخش في المفاوضات مع الأندية ويشوف هيقدر يخلص مين